وطبعاً لازم بقى تكون البداية مع لقاء اليوم إن شاء الله وأول أسئلتنا لحضرتك إيه النظام؟ انت شايف إيه؟ والله ربي نسطر عن نظام النهاردة ربنا يسطر ربنا يسطر احنا كلنا طبعاً تفاؤل وكلنا دعم طبعاً للمنتخب أي حد بيتكلم طبعاً في أي وقت خلاص الكلام خلص النهاردة مطش نوكاوت نتمنى طبعاً التوفيق للمنتخب مصر اللعيبة لازم زي ما انت قلت في البداية لازم يكون عندهم إرادة المطشات دي بقى مش بتاعت يعني آه طبعاً تشكيل وإدارة وكل حاجة بس هي بقى رجولة من اللعيبة وحطين اسم مصر قدامهم ويبذلوا كل الجهد وأعتقد أن مبارح وخلال أسبوع اللي فات شوفنا أو اللي ومين اللي فاتوا شوفنا إرادة من فرق صغيرة قوي قدرت أنها يعني تعمل حاجات كتيرة يعني شوف طبعاً جزر الأمر طبعاً عملت مباراة ولا أروع في ظل ظروف يعني غير مسبوقة مع فرقة تانية خالص بالضبط فرق صبات كورونا كتير مفيش حارس مرمى بيتطرب منهم يعني فيش أصعب من كده يلعبوا قدام الفريق المفروض مرشح وصاحب الأرض طبعاً ومع ذلك بذلوا الجهود على حسب وعلى قد إمكانياتهم لا واللاعب اللي حطت حط مكان حارس المرمى شوفت الرقم اللي لزو على التي شيرت طبعاً حاجات إحنا هلتكلم في التنظيم الكارثي لأن يعني أسف شيء مؤسف ما كناش متوقعين وقلنا يمكن البداية كورونا معطلة إنما ابتدت البداية كانت بكور مهوية خالص وملاعب صعبة وأماكن إقامة صعبة جداً لطرقة لمستويات الفرق اللي جاية واللعيبة كمان اللي بأرقام كبيرة جداً شوفنا طبعاً الحادثة المؤسفة اللي بنعز فيها طبعاً الناس برضو دي كانت حادثة صعبة أعرفت برضو إن موضوع النشر الملابس مش عارف من إيه على فروع الأشجار على فروع الأشجار طب فاضل إيه صحيح فاضل إيه يعني الأوتوبسات اللي مش موجودة فبيأجروا ميكروبسات عشان توصل ومن غير تأمين ومن غير تأمين يعني كل الكلام ده طبعاً التحكيم يعني بص الحاجات دي كده كلها خارج الملعب إنما الحاجات كمان اللي جاء الملعب العنصر الأساسي في الملعب اللي هو الحاجة مش هفين تحكيم برضو التحكيم والأرض مش عالى المستوى يعني فكل ده إحنا بنقوله بس إحنا النهاردة همنا الأساسي هو منطقة مصر طبعاً ويعني إزاي كيروش هيبدأ المباراة والتشكيل المفروض الأمثل لأنه هو ما فيش فرصة بعد كده ما إزاي بقول إنه خلاص النهاردة ماتش خروج المجلوب طبعاً فلازم يبقى فيه كل حاجة بدقة لو فيه عناد نشيل العناد شوية بس لغاية ما الدنيا تمشي تشكيل كويس لعيبة تقدر إنها تجابه فرقة زي كده في غارة شايفينها على مستوى عالي وفيها لعيبة على مستوى عالي من كل أنحاء العالم بتلعب في أعلى الدوريات فلازم اللعيبة زي بقولك خلاص كيروش بينتهي لغاية بداية السفار انتهي دوره شوية لغاية إنما في الملعب واللعيبة والأداء الرجولي واللعيبة فيها فيه لعيبة عندهم خبرات كبيرة جداً صحيح فالخبرات دي بالمفروض تطلع فيه المواقف اللي زيدي اشتركوا في القناة